كيف يكون الغسل من الجماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الغسل هو سيلان الماء الطهور على جميع البدن مع النية بمعنى أن الماء يشمل الجسد كله ويكون النية في أول ما نمسك الماء ونضعه على رؤوسنا وجسدنا ننوي رفع الجنابة وبعضهم يقول ننوي رفع الجنابة مع استباحة الصلاة حتى نصل مباشرة وكيفية الغسل يتم أصل الغسل بتعميم الجسد بالماء الطهور بنية رفع الحدث الأكبر وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه يعني ظاهرة على بدنه يزيلها ويسن له أن يتوضأ قبل الغسل سنة وليس فرضا يعني إذا لم يعملها لا شيء إذا لم يتوضأ لا شيء عليه ولكن سنة ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده نحية اليمين ثم الشق الأيصر نحية الشمال والغسل صحيح إن ترق الغضوء وإن ترك غسل اليمين في الشق الأيمن قبل الشق الأيصر المهم النية وتعميم الجسد بالماء والله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة